عدهم أطفال ضعاف عمرهم ما يتجاوز السنة يجيبونهم ثرة شيدية في قطاع الأول ندخلهم من هذا الويل إن شاء الله بعونا الله يسمنون مقطع الفيديو هذا نشره صاحبه للمزاحي في مواقع التواصل الاجتماعية ولكنه تحول إلى قضية رأي عامة وبدأ يتعرض للاتهامات بالدجل والشعوذة والاحتيال حتى صدر أمر قبض بحقه لكنه لم يكن موجودا في المنزل وذهب بعد عودته لتسليم نفسه ما عنده أي شغلات ما سيد ما سيد وصل هذا الويل صار تقريبا بالأربعين خمسين سنة هاي كانت مثل شباك أي عجيارين يمطون غدا أو مثلا يدخلون شغلات يعني ما لأكل ما يعني ما عنده أي شغلات ما سيد ما سيد وقاعدين قالوا خلي نسوينا شغل هاي يعني ندخل طفل ونضحك ونسوي بالتكتك ما عنده أي شغلات يتحدث جيران شاب فؤاد عن روحه المرحة ومحاولته إضحاك الآخرين وقالوا أن إطار العجلة الذي قال فؤاد بأنه يشفي الأطفال ليس في منزله أساسا وإنما صوره داخل منزل جيرانه للمسحة لا أكثر ساكناني بهذه المنطقة أعرف يعني هاي صار لي كم سنة أنا قاعدين الرجل شقاوشي وأبو تكتك ويونس العالم يضحك ويالناش وبشوش يعني تقدر تتأكدوه من أي شخص بالشارع لا دجال ولا أشعر رجل موظف ولا علاقة بهذه الشغلة أمه تقول أن والده تعرض لأذى كبير وفؤاد لديه طفلين يتيمين يربيهما وهو حاليا مسجون حتى الآن دون ذنب حتى سكان المنطقة عبروا عن استعدادهم للشهادة عن أخلاقه وعدم ارتكابه مثل هذه الأفعال التي اتهم بها ويما أشطار سووا جريدة كل العراق ما يصيري شي طرق العالم أشكال يسوون أشكال هذا مقروت مرة ما عنده ولاده أنا أربيهم أيضا هالشغلة منهم يسوي هذا ما يصير يقول أصدقاء فؤاد أن هذه المزحة الصغيرة شوهت سمعة شاب مع عائلته وانتهى به المطاف خلف القذبان مطالبين القضاء بإنصافه لأنه تعرض للظلم حسب قولهم من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر